أشفق على صانع السياسة الاقتصادية المصرية والله أشفق على متخذ القرار ليه؟ لأنه سلاسة ضربات مؤلمة في رأس الاقتصاد ضربة كورونا كلكم عايشينها وشفتوها ضربة ارتفاع الأسعار العالمية وإحنا دولة مستوردة وضربة الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي هي فيها ضباب وفيها لا رؤية وفيها الكثير من الأمور التي لم يتم تفسيرها بعد فيما يجري من أزمة في الحرب الأوكرانية الروسية يعني عندي سلاسة ضربات مؤلمة على رأس الاقتصاد العالمي أنا أتكلم ومصر جزء من الاقتصاد العالمي بنحاول كل ما ناخد خبطة أول ما نجي نفوق ناخد خبطة تاني كل ما نجي نفوق من الخبطة التاني ناخد خبطة تالت فده مطلوب إيه يعني؟ مطلوب من يبقى عندنا وعي يعني إيه الوعي اللي مطلوب؟ إن إحنا نكون عارفين إن اللي بيحصل مش تقصير من حد واللي بيحصل مش محتاج أكثر من الوعي بما يجري وفهم إنه اللي بيجري ده بالتأكيد بالتأكيد كل ناس متأثره فبالتالي محتاجين نغير من سلوكياتنا شوية من تعاطينا شوية مع المعلومات ومع السلوك الإنفاقي والاستهلاكي ونعرف إن العالم في أزمة طوما عرفنا جميعاً إن العالم في أزمة ربما نهدأ قليلاً لنفكر بشكل مختلف الدولة المصرية ومش عايزة عيد وأظهر وكأنني أسوق فقط لما تقوم بالدولة المصرية وتاريكاً المواطن يضرب أخباس في أسداس بقول لا لأن الدولة المصرية اللي هي فيها الحكومة وفيها المواطن وفيها الناس كلنا في مركب واحدة في قارب واحد الحكومة بتشتغل وبتعمل عملية استشراف للمستقبل وبتعمل خطط للتعامل مع هذه الأزمات خلينا أقول لخضراتكم بشكل واضح جداً إنه الفترة دي صعبة لم أكن أنا شخصياً أتخيل أنه سوف يأتي الوقت الذي نتابع فيه على الهواء مباشرةً كل هذه الأزمات في وقت واحد ونحن جزء من هذه الأزمات مصر كانت جزء من أزمة كورونا اتأثرنا جميعاً وخرجنا بأقل خسائر ممكنة على مستوى العالم اتنين دخلنا في الموجة التدخمية ومازلنا فأسعار مهول في العالم كله عامل زي الموجات الدوامات البحرية عملا توصل وبتأثر علينا وفي ناس بيستبقوا الأحداث سيقول لك عامل أسعار العالمية برة وهتزيد هنا يبدأ يزود مع نفسه زي الجماعة اللي بيغلوا سعر العيش السياحي من غير مبرر فأكتر من محافظة بيغلي شغال الرقابة بقى هنا تشتغل وهنا وقت أنا بقول بشكل واضح جداً دي وقت طوارق اقتصادية طوارق لأن العالم كله دلوقتي بيبحث عن منفذ يبحث عن ثقب إبرة عن سم الخياط إحنا الدنيا صعبة جداً فبالتالي علينا جميعاً إحنا ننتبه لكل ما يدور سواء تاجر غشاش سواء واحد بيحبس سلعة سواء واحد بيحاول يعني يستزرف ويحقق مكاسب أعتقد أنه الطيار العام في مصر بيقاوم هذا الرقابة الزاتية المجتمع على المجتمع ومنظمات المجتمع المدني وحماية المستهلك والتموين وباحث التموين وزارة التموين مفاتيش التموين كل ده لازم يشتغل وينشط بقول تاني أنه خلال الأزمات محتاجين ضربات قوية صياط القانون يجب أن تكون هي الراضع لهؤلاء في أوقات الأزمات واحد هيبدأ يعلي أسعار يقول لك شفت الأسعار العالمية تابو أنت مالك وما الأسعار العالمية دلوقتي أنت مالك لسه لم تصل إليك مثلا الأثار لأنه الدولة حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة شفنا الأسبوع اللي فات والعشر التموين اللي فات الرئيس قاعد مع الدكتور علم صلحي ومع المجموعة الوزرية بنتكلم على المخزون السلعي فيه الأمح والزيت والدرة والسلة بتاعتنا سكر وغيره عندنا مخزون بيكفينا خمسة شكور ده السلة الأساسية أكل الناس وشربوهم والبترول سعره شفتوا أنتوا عامل إزاي لكن إحنا بنرجحها كل تسعين يوم فبقول ليه الناس تسبق الأحداث وتجري تغليف أسعار لتلهب مشاعر الناس من دلوقتي وبعض التجار هم اللي بيقوموا بهذه الفوضى العارمة في الأسواق طيب